اهلا بكم في موجز الاهم واخر الاخبار اعلنت الامة المتحدة احتياجها الى 4.3 مليار دولار لتمويل انشطتها الانسانية خلال العام الجاري في اليمن وافادت المنظمة الدولية انه سيتم مساعدة 17.3 مليون شخص من الفئات الاشط ضعفا في اليمن خلال العام 2023 انها ستقدم مساعدات عاجلة لقرابة 14 مليون شخص في اليمن بهدف التخفيف من معاناة اليمنين بفعل اسوء ازمة انسانية في العالم تصدت القوات الحكومية لعمليات هجومية ومحاولات تسلل وائعة واعتداءات نفذتها بنشيات الحوثي بمحيط مدينة تعز واكد مصدر عسكري ان القوات الحكومية تصدت لهجوم انشنته المليشيات الحوثية على مواقع اسكري في الدفاع الجوي شمال غرب المدينة كما احبطت القوات الحكومية محاولة تسلل لمجاميع حوثية مسلحة في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة اشهد الاتحاد الاوروبي بقرار منظمة اليونسكو ادراج اثار مأربة تاريخية ضمن التراث العالمية المعرض للخطر واكد الاتحاد الاوروبي على صفحته على تويتر الى الحاجة لبذل مزيد من الجهود لحماية الموروث الثري لليمن اضف الاتحاد الاوروبي انه تصدر مع اليونسكو جهود الحفاظ على المولوث الثقافي طوال الخمسة السنوات الماضية في اليمن افد مركز رصد الزلازل العالمي ان زلزال انبلغت قوته 4.8 درجات على مقياس الاختر وقع اليوم الخميس بالقرب من ساحل جبوتي ونقلت وسائل اعلام محلية ان عددا من المواطنين في مدينتي عدن وتعزة قد شعروا بالهزة التي استمرت قرابة 5 ثواني ويؤكد خبراء الزلزال ان اليمن وخاصة محافظات عدن وابين وتعز تتأثر بوصول الموجات الزلزالية التي تحدث في خليج تاجورة في جبوتي وتعاني من الضعف لكنها تكون غير مؤثرة وضع النائب الاول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ ناصر باجيل الحجر الاساسة للمرحلة الثالثة من مشروع بطار المخاء الدولي تشمل المرحلة الثالثة من المشروع توسعة مدرج البطار ليكون قادرا على استيعاب الطائرات الكبيرة وسيبدأ العمل فيها تزاون مع استمرار اعمال المرحلة الثانية التي شملت بناء برج وصالة المسافرين واضح باجيل ان مشروع مطار المخاء الدولي يأتي ضمن مخطط شامل يعمل عليه العميد طارق صالح لتحقيق التنمية في المدريات والمناطق المحررة بالساحل الغربي اتنمو يزيلا لفا